وخلونا دلوقتي بقى نستعرض تاريخ المواجهات بين الأهلي والداخلية أنا دايما بحب أتكلم بلغة الأرقام زي ما حضراتكم أكيد عارفين تعالوا كده نبدأ هما التقوا في 13 مباراة في الدوري فاز الأهلي فيها في 9 مباريات وفاس فريق الداخلية بمبارياتين وتعدلوا فيه برضو مبارياتين طيب بالنسبة لمجهتهم في مسابقة الكاس واجهوا بعض مرتين وفاس فيهم الأهلي طيب إنت لو هتتكلم كده بلغة الأرقام أكيد فيه فرق كبير جدا طبعا فيه تفاوض كبير للأهلي في تاريخ المواجهات تاني هنأكد ده ميش مبرر أبدا أن أنت النهاردة تخش تلعب أو أنت حتى كجمهور ما لديش علاقة خالص باللعيبة لعيبة أكيد على قدر المسؤولية وفهمين أن كل مباراة من المباراة دي بتعتبر بطولة لكن إحنا حتى كجماهير مش عايزة يبقى عندنا روح اللي هو إيه المباراة دي هتخلص على طول المباراة دي فوزها في جبنة التلات نقاط خلص في جبنة قبل ما ندخل الكلام ده طبعا مش بتاعنا يعني مش مدرساتنا ومش ثقافتنا قبرا سواء لعيبة أو حتى جماهير إحنا دايما بنقول أي مباراة مباراة صعبة إحنا عندنا تحدي كبير لأن دايما الفرق اللي بتنافس لما بتلعب مع النادي الأهلي بتلاقي لعبة مختلف بتلاقي كده زي ما بتقول أو زي ما تحلل كده تقولك أنا داخل مستقتل أنا عايز أقدم أفضل ما عندي أمان تحديدا للنادي الأهلي ده بنشوفه شوف فرق بتلاعب مثلا فرق أخرى عادي جدا تيجي مع النادي الأهلي تلاقيهم فرقة متطورة مثلا 50% طيب ليه علشان هم بيلعبوا النادي الأهلي وده في حد ذاته ليه هيبة ده في حد ذاته ليه مكانة تانية خالص